سلام عليكم سنتحدث اليوم عن التناظر أي شكل لديه قسمين متناصفين متطابقين فنجد أن يسمى بالشكل المتناظر ولديه خط التناظر حيث يقسمه إلى نصفين متطابقين يوجد للأشكال الهندسية العديد من خطوط التناظر بعضها واحد أو أكثر كما نرى لدينا لنقوم بعمل جزء متناظر شكل متناظر نطوي الورقة إلى نصفين وهذا المكان الطي يعتبر خط التناظر ممكن أن يكون أفقي أو عمودي نرسم التصميم الذي نفضله ونراعي أن لا يصل إلى الحواف ثم نقوم بالقص وسنلاحظ أن الشكل سيكون متناظر وخط الطي هو خط التناظر وسنقوم بعمل نشاط آخر سنقوم بتوي الورقة مرتين وسنقوم برسم الأشكال التي نرغبها أو التصميم الذي نرغب به من المكان المطوي وسترون النتيجة بعد قليل ولكن يجب مراعاة عدم وصول الخطوط إلى النهاية فسنلاح هذا التصميم بعد قليل نشاهد الآن أن هذا التصميم له خطين من التناظر وأحدها أفقي والآخر عمودي هنا نرى أنه عند طويها نلاحظ أن الخط التناظر العمودي واضح جدا وعندما نفتحها ونطويها بالشكل الآخر فسنلاحظ خط التناظر الأفقي سنقوم بعمل العديد من التصميم وأعتقد أنكم ستستمتعون بتطبيقها في بيوتكم ممكن أحضر العديد من الأوراق الملونة وسنحصل على الكثير من الرسومات أو التصاميم المميزة كما ترون سنقوم الآن بعمل إطار لمتناظر نلون الورقة بالألوان التي نفضلها ثم نقطع نقص الورقة الأخرى لعمل الإطار بالتصميم الذي ترغبون به ثم بعد ذلك نقوم بلسقه على فوق الورقة التي قمنا بتلوينها سابقا وبهكذا سنحصل على هذا الإطار المميز والآن سنقوم بعمل ذلك بالألوان سنطوي ورقة إلى نصفين نحضر بعض الأوراق بعض الألوان المائية ثم نقوم بطوي الورقة مرة أخرى وبواسطة المسترة نقوم بفرد الألوان باتجاه واحد عند فتحها سنجد أننا حصلنا على فراشة ملونة متناظرة شكرا 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 شكرا